بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيسه مجلس الشيوخ ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي وذلك بمناسبة الذكرى الثانية والاربعين لتحرير سيناء وأكد رئيس مجلس الشيوخ في برقيته أن تلك الذكرى المجيدة التي صنعتها تضحيات رجال القوات المسلحة المصرية صارت منبعا لا ينضب من العزة والكفاح والولاء والانتماء ودرسا في الحفاظ على التراب الوطني وتأكيدا على أن الحفاظ على الوطن واجب وحق لم ولن يتوانى أي مصري على أرض هذا الوطن عن بدل كل غال ونفيس للحفاظ عليها